بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدنس الرابع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة مع المؤلف رحمه الله في كلامه في باب صفة الحج والعمرة إلى قوله بعد ذكر أركان الحج وواجباته وسننه وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما بين المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته وسنن الحج انتقل إلى بيان أركان العمرة فقال أركان العمرة إحرام وطواف وسعي يعني ثلاثة أركان الإحرام هو نية الدخول في نسك العمرة وطواف العمرة والسعي بعده فإذا فعل هذه الثلاثة فقد أدى أركان العمرة نعم وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها أما واجباتها فهم اثنان الحلق أو التقصير هل واجب من واجبات العمرة والثاني الإحرام من ميقاتها الإحرام من ميقات العمرة وميقاتها كما سبق أنه إذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فإنه يحرم منه في أي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان منزله دون المواقيت وأراد العمرة فإنه يحرم من منزله وكذلك من نوى العمرة من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فإنه لا بد أن يخرج ويحرم بها من الحل كما سبق هذا ميقات العمرة نعم قال وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها نعم فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه رجع إلى بيان أحكام هذه الأركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة فمن ترك الإحرام للحج والعمرة لم ينعقد نسكه لم ينعقد نسكه فإذا لم ينوي الدخول في النسك فإنه إن أدى أفعال الحج وأفعال العمرة وهو لم ينوي الإحرام فإن أفعاله هذه لا قيمة له لأنه أدىها بغير إحرام هذا معنى قوله لم ينعقد نسكه نعم ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به أما من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة كأن ترك الطواف للحج أو العمرة أو ترك السعي للحج أو العمرة فإنه لا يتم نسكه أو ترك الوقوف بعرفه ترك الوقوف بعرفه في الحج إذا ترك الوقوف بعرفه فإنه لم يصدر فإنه يكون قد فاته الحج كما يأتي إذا ترك الوقوف بعرفه لم يصح حجه وفاته الحج هذه السنة كما يأتي نعم أما إن ترك ركنا غير الوقوف كأن ترك السعي أو ترك كأن ترك الطواف للحج أو العمرة أو ترك السعي للحج أو العمرة فإن حجه لا يبطل ولكن لا بد أن يسعى لا بد أن يطوف وأن يسعى ولو بعد وقت يأتي بهذا الركم الفائت نعم يرجع إليه ويأتي بما فات هو ما فات لكن تركه تركه تركا ولم يفت فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف للإفاظة إن كان ترك طواف الإفاظة أو يطوف للعمرة إن كان ترك طواف العمرة ويسعى للحج ويسعى للعمرة لأنه يكون باقيا على إحرامه باقيا على إحرامه حتى ولو سافر ما دام أنه لم ما دام أنه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة يكون باقيا على إحرامه للعمرة فيعود ويطوف ويسعى للعمرة أما إن ترك الطواف أو السعي للحج فإنه قد تحلل التحلل الأول كما سبق تحلل من إحرامه التحلل الأول لكن تحلل الثاني لم يحصل فيجتنب أهله ويعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفى والمروه إن كان عليه سعي لأن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه أيضا يسعى بعد طواف الإفاضة الذي رجع إليه وبذلك يتم حجه وعمرته أما من ترك الحلق أو التقصير فإن تركه في العمرة فإنه يعيد عليه ملابس الإحرام متعلم أو ذكر يعيد عليه ملابس الإحرام ثم يحلق في أي مكان سواء في مكة أو خارج مكة حتى ولو كان في بلده يعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر للعمرة أما إن كان ترك الحلق أو التقصير للحج فإنه يحلق أو يقصر ولا يلبس ثيابه ولا يلبس ملابس الإحرام ما يلبس ملابس الإحرام لأنه حصل له التحلل الأول من قبل فلا يلبس ملابس الإحرام فيجزء الحلق أو التقصير في أي مكان لا يختص بالحرام لماذا صار في العمرة لابد أن يلبس ملابس الإحرام لأن العمرة لم تكمل ولم يتحلل منها خلاف الحج لأنه تحلل منه التحلل الأول وكونه بين هذا وذاك في العمرة لبس المخيط ما يغير شيئا؟ هذا يعذر بالجهل لبسه للمخيط في هذه الفترة يعذر فيه بالجهل أو النسيان إن كان نسي وليس عليه شيء وليس عليه شيء إن شاء الله قال ومن ترك واجباً فعليه دم أما من ترك واجباً من واجبات الحج كأن ترك الإحرام من الميقات للحج أو العمرة أو ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب أو ترك المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بمنى لغير عذر أو ترك الرمي حتى فات وقته أو ترك طواف الوداع ففي هذه الأحوال كلها يجبره بدم يجبره بدم بأن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم وإن كان عاجزاً عن ذبح الفدية فإنه يصوم عشرة أيام أو سنة فلا شيء عليه أما من ترك سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة فلا شيء عليه لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كما لو ترك الخروج إلى ميناء يوم التروية أو المبيت بها ليلة التاسع فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه لا شيء عليه أو ترك الدعاء في الوقوف بعرفة أو ترك التلبية هذه كلها سنة ليس عليه في تركها شيء بالنسبة لأحسن الله إليكم الصيام عشرة أيام بدل الفدية لمن عجز عنها يلزم أن تكون في مكة أو بعضها لا يجزي الصوم في كل مكان أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الفوات والإحصار الفوات والإحصار الفوات المراد به فوات الوقوف بعرفة والإحصار المراد به المنع إذا منع من الوصول إلى البيت هذا هو الإحصار إذا منع من الوصول إلى البيت بعدو ونهوه فهذا هو الإحصار والإحصار معناه الحبس نعم قال من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره من أحرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف طلع الفجر من ليلة النحر وهو لم يأتي إلى عرفة لم يدخل في عرفة طلع الفجر عليه وهو لم يدخل في عرفة وهو محرم بالحج هذا يكون فاته الحج هذه السنة ماذا يفعل؟ يتحلل بعمره يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فيكون بذلك أدى عمره ليتحلل من إحرامه بالحج ثم يقضي في العام القادم يقضي الحج الذي فاته في العام القادم ويذبح فديه يذبح فديه إذن من فاته الوقوف بعرفة هذا يقال فاته الحج فيجب عليه ثلاثة أمور أولا يتحلل بعمره بأن يذهب إلى البيت ويطوف بنية العمره ويسعى بنية العمره ثم يحلق أو يقصر بنية العمره ثم يتحلل من إحرامه فإذا جاء العام القادم فإنه يحرم بالحج قضاء للحج الذي فاته ويذبح فدية يذبح فدية في حج القضاء هذا الذي يجب على من فاته الحج نعم حسن الله إليكم قال ويقضي ويهدي إذ لم يكن اشترط هذه الأمور الثلاثة من فاته الحج تحلل بعمره هذا واحد الثاني يقضي الثالث يهدي يعني يذبح هدي هذا الذي يلزم من فاته الحج وهذا إن لم يكن اشترط عند الإحرام بأن قال إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني فإن كان اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط على ربه وله ما شرط نعم التوسع في الاشتراط شيخ من كل أحد ظاهر المذهب إن كل أحد يشترط لكن الصحيح إنه ما يشترط إلا إذا كان يتوقع حصول المانع كأن يكون مريضا عند الإحرام أو يكون هناك خوف هناك خوف من عدو يخشى أنه يحول بينه بين الوصول إلى مكة واشترط في هذه الحالة فإن الشرط يعفيه الشرط يعفيه إذا حصل مانع نعم كذلك المرأة لو اشترطت الرجل والمرأة سواء إذن المرأة لا تشترط أبدا لا الرجل والمرأة الصحيح إنهم لا يشتريطان إلا إذا كان هناك سبب منعقد وقت الإحرام يخافون إنه يستمر مثل الدورة بالنسبة للمرأة ويمنعهم لا الدورة ما هي بحابس فالتنزع لي قبل طواف الإفاظة هو ركم نعم ما هي بحابس الدورة شيء عادي تنتظر حتى يزول الحيض وتؤدي النسك نعم أحسن الله إليكم قال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل هذا هو الإحصار الإحصار هو صد العدو عن البيت بأن يمنع المحرمين من الوصول إلى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه صلى الله عليه وسلم قديما محرما بالعمرة هو وأصحابه فلما وصلوا إلى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جده وهو المسمى الآن بالشميسي المسمى الآن بالشميسي وهو قريب من التنعيم قريب من التنعيم لما وصل إلى هذا المكان منعه المشركون من الدخول إلى مكة وحال بينه وبين الدخول رغم المحاولات معهم في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في النهاية أنه صلى الله عليه وسلم ذبح ما معه من الهدي وحلق راسه وتحلل وأمر أصحابه بذلك فدل على أن المحرم بالحج أو العمر إذا صد عن البيت ولم يتمكن فإنه فإنه يذبح فدية ويتحلل فإن لم يجد الفدية فإنه يصوم عشرة أيام ولا شيء عليه نعم الحمد لله ومن أحرم فصده عدو عن البيت أهدى ثم حد هذا يجب عليه أمر أن دبح هدي ثم أن يحلق راسه ويتحلل ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عليه لأنه معذور فإن فقده فقد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام هذا ما أخوذ من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي فإن حصرتم فما استيسر من الهدي نعم قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة أما إذا أحرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول إلى عرفة هذا مثل ما سبق فاته فاته الوقوف بعرفة ويكون قد فاته الحج ماذا يعمل؟ يتحلل بعمره تحلل بعمره بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه لأنه هذا يعد من الفوات وليس من الإحصار نعم وإن حصره مرض أو ذهاب نفقه بقي محرما إن لم يكن اشترض أما إذا كان الإحصار بغير عدو لأن أصابه مرض ولم يتمكن من الحج والعمرة لاستمرار المرض معه أو ذهاب نفقه سرقت نفقته أو ضاعت ولم يبقى معه ما ينفق في الذهاب للحج أو العمرة وهو محرم ماذا يعمل؟ يبقى محرما يبقى محرما حتى يتمكن حتى يتمكن فإن تمكن قبل فوات عرفة فإنه يذهب ويحج ويكمل مناسكه وإن لم يتمكن إلا بعد ما فاتته عرفة فإنه يتحلل بعمرة كما سبق وهذا إن لم يكن اشترط أما إذا كان اشترط عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه إذا حبسه المرض أو ذهاب النفقه فإنه يتحلل ولا شيء عليه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الهدي والأضحية والعقيقة هذا الباب يذكر فيه المصنف ثلاثة أنواع من القربان الهدي وهما يذبح في الحج أو العمرة واجبا أو مستحبا هو الأضحية وهي ما يذبح في يوم عيد الأضحاء والعقيقة وهي ما يذبح عن المولود نعم أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم أفضل هذه القربان الثلاثة الهدي والأضحية والعقيقة أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم هذا يدل على أن الهدي والأضحية والعقيقة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وأفضلها الإبل ثم يليها البقر ثم بعدها الغنم وذلك لأن الإبل والبقر أوفروا لحما نعم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني ثني وثني سواه لا يجزئ في الهدي ولا في الأضاحي ولا في العقيقة إلا جذع الظأن وهو ما تم له ستة أشهر ومن المعز أو ثني سواه الثني من المعز هو ما تم له سنة والثني من الإبل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان إذن يقال متى يجزئ الجذع في الهدي والأضحية والعقيقة تقول إذا كان من الظأن وأما ما عداه ما عدا الظأن فلا يجزئ إلا الثني والثني يختلف باختلاف باختلاف البهيمة إن كانت من الإبل فلابد أن يكون تم لها خمس سنين وإن كانت من البقر فلابد أن يكون تم لها سنتان سنتان وإن كان من المعز فلابد أن يكون له تم له سنة يعني ثن عشر شهر نعم قال فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة وضأن نصفها نعم وضأن نصف السنة يعني ستة أشهر هذه أعمار ثني من كل جنس لا أعمار الجذع من الظأن ستة أشهر وتجزئ الشات عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة الشات تجزئ عن واحد لا تقبل الاشتراك تجزئ إذا أهدأ من الشياه أو من المعز فلا الشات أو المعز تجزئ عن واحد فقط وكذلك الأضحية الأضحية تجزئ عن واحد والبدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة فيشترك السبعة في بعير أو يشتركون في بقرة وذلك في الهدي وفي الأضاحي نعم ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء هذه العيوب التي تمنع إجزاء بهيمة الأنعام الأول العوراء وهي عمية إحدى العينين نعم والعجفاء والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها والعرجاء 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 هي التي أصابها العرج في إحدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح نعم والهتماء الهتماء التي ذهبت أسنانها من أصلها لم يعني انقلعت أسنانها من الأصل نعم والجداء الجداء التي نشف ضرعها لأن هذا عيب نعم والمريضة والمريضة التي أصابها المرض البين البين مرضها أما المرض اليسير الذي لا يعيب اللحم فإنه لا يؤثر نعم والعضباء العضباء التي قطعت أذنها أو قرنها نعم بل البتراء خلقة البتراء خلقة التي ليس لها قرن من الأصل أو ليس لها أذن من الأصل تجزي نعم والجماء الجماء التي لم يخلق لها أذنان تجزي أيضا أما إذا قطعت أذنها فإنها يعني أكثر إذا قطع من قرنها أو أذنها أكثر من النصف أكثر فإنها لا تجزي نعم لأن هذا عيب فيها ونقص فيها نعم وخصي غير مجبوب وكذلك الخصي الخصي من هذه البهايم الخصي من الإبل أو من البقر من الثيران أو من الغنم وهو ما رضت خصيتاه ما رضت خصيتاه فإنه يجزي يسمى بالموجوق يسمى بالموجوق هذا يجزي الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي من الظان نعم بل ربما يكون الخصي أحسن ولحمن نعم من غيره من الفحل نعم وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف ويجزئ ما بأذنه من الغنم أو البقر ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف أما النصف أكثر فهذا لا يجزي نعم قال رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى السنة نحر الإبل يعني ذبحها في نحرها وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وأن تكون قائمة لا باركة تكون قائمة لأن هذا أسهل في ذبحها وأسهل لخروج الدم معقولة يدها اليسرى وذلك لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافة يعني على قوائمها وفي قراءة صوافنة يعني رافعة إحداء القوائم وهي المعقولة نعم نعم قال فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر هذا هو النحر النحر يكون للإبل والذبح يكون لما سواه للبقر والغنم نعم قال ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويذبح غيرها يذبح الغنم في حلقها ويذبح البقر أيضا في حلوقها نعم يعني ذبحا لا نحرا لا نحرا نعم ويجوز عكسها يجوز عكسها بأن ينحر الغنم والبقر ويذبح الإبل لكن الأفضل أن النحر يكون للإبل وأن الذبح يكون للبقر والغنم نعم ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك يقول بسم الله هذا واجب تسميح على الذبيحة هذا واجب قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صوافة قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأما قوله الله أكبر إلى آخره فهذا سنة نعم ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها هذا هو الأفضل أن صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها فإذا كان لا يقدر على ذلك أو لا يحسن فإنه يوكل من يقوم به فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحرى من هديه ثلاثا وستين وأوكل علي رضي الله عنه في أن ينحرى الباقي حتى كمل المئة فدل على أن توليها بنفسها فضل وإذا تعب أو حصل له عذر فإنه يوكل من ينوب منابه في هذا قال أو يوكل مسلما أو يوكل مسلما ويشهدها يوكل مسلما هذا هو الأفضل ولا يوكل الكافر لا يوكل الكافر لأن هذه عبادة لأن هذه عبادة حتى الكتاب الكتاب تحل ذبيحته ولكن لا يوكله المسلم في نحر الهدي لأن هذه عبادة ولا يتولاها كافر والأفضل أن يشهدها إذا وكل فالأفضل أن يحضر عنده ووقت الذبح يبدأ من صلاة العيد في يوم العيد أو قدرها إذا لم يكن هناك صلاة عيد كالبادية مثلا أو المسافرين ما فيه صلاة عيد فإنهم يقدرون صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح وفات وقت يمكن في صلاة العيد لو كانت تفعل فيبدأ وقت الذبح أما من ذبح قبل صلاة العيد الهدي أو ذبح الأضحية فإن هذا لا يجسي لأنه أدى عبادة قبل دخول وقتها ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذن فتكون أيام الذبح للهدي والأضحية أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده هنا يقول إلى يومين بعده صحيح إلى ثلاثة أيام بعده قال ويكره في ليلته ما يكره الذبح في ليالي أيام التشريق ذبح الهدي وذبح الأضاحي في الليل وإنما يستحب أن يكون الذبح في النهار لكن لو ذبحها في الليل أجزأ مع الكراهة نعم فإن فات قضى واجبة إذا فاتت أيام التشريق فإنه يذبح الهدي ويكون قضاءا الهدي يذبحه هدي التمتع والقران يذبحه ويكون قضاءا أما هدي التطوع فإنه إذا فات وقته لا يذبحه هذا معنى قضاء واجبة يعني الهدي الواجب لتمتع أو قران يقضيه لأنه فرض فات وقته فيقضاء أما النفل فإذا فات وقته فإنه لا يقضى سنة فات وقتها كما يقول الفقه وكذلك الأضحية الواجبة لأن الأضحية على قسمين أضحية واجبة وهي الوصية أضحية واجبة كالوصية وهي الوصية فهذه إذا فات وقتها يذبحها قضاءا أما الأضحية السنة التي ليست بوصية التي يتبرع بها المسلم هذه إذا فات وقت ذبح الأضاحي لا يذبحها لأنها سنة فات وقتها نعم أحسن الله إليكم ونفعا بكم مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته